السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلوية السماء أتمنى تكونوا كاملين باخر وعلى خير في هذا الفيديو سنشارك معكم طريقة جالت حضير المزمن بوح طريقة رائعة زوينة بساف ستختصر لكم المجهود والتعب نحضروا كمية كبيرة في وقت قصير وفي وحد المجهود قليل كيجي كذلك مقرمش كيجي مورق كما كتشوفه غير كيتفرتت وفي نفس الوقت واحد اللون كيجي فيه عجيب زوين بساف ومحمر كنتمنى ان هاد الوصفة ديال اليوم بتنع لإعجابكم خليوا لي التعليق ديالكم اللي كيجبني بساف انني نقراها الان نخليكم مع الفيديو ونطولش عليكم وفرجوه متع كيف ما ديه ما غدي مدوى على بركتي الله بتحضير ديال العجين فغدي نعطيكم العجينة والمقادر في نفس الوقت يعني الطريقة والمقادر في نفس الوقت ناخد 700 جرام ديال الدقيق هذه الكمية هذي كتعطيني 16 حبة ديال المسمن تقدروا اكيد تقسموا المقادر وهنا غدي نزيد السكار الملحة وشوية ديال الخميرة ديال الحلوة تقريبا 1-400 علقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة نزيد هنا كيف ما تشوفه تولوت كاس ديال زيت النباتية اللي هي 1-50 جرام كما كتلاحظو ديما كندير 1 حفرية في الوسط نحن ندوب مكونات ديالي لأن هذي العجينة لا تبقى كندير فيها فضروري يبقى ويدوبوا لي ديال المكونات للوسط باش نقدر نجمع العجينة ديالي فصفيه نبدأ نزيد الماء شوية بشوية نجمع العجينة تحتاجوا تقريبا ما بين 400-500 ملتر ديال الماء لحسب نوع ديال البقية الجمع العجينة اللي كتكون ماشي قاسحة وماشر بكتر من القياس كتكون بحلها كم جموعة ما كتلسقش هنا ما غادي ندلكها مولوك ما كتشوفه ورعا ماشي منصة نجيب واحد بلاستيك غذائي وغادي نلويها فيه لسلوفين ونخليها ترتاح شعر ما كان عندي ديال الوقت مويم خليها ترتاح بالنسبة للحشوة سيكون الأساس ديالها الخضراء اي لعدي الخضراء عندكم في تلاجة استعملوه من غير البطاطا اللي ممكن استعملوه فقدرت الكورجة تقريبا حمرة بروكولي بصلا ففلاء الوان مويم اللي كان عندكم استعملوه لا يحتاج شي مشكلة للحشوة قد نكتروا فيها الخضراء ما غاديش نستعملو فيها الفيرميسال كيف ما دي ما تطلبو مني يعني خوشوة بلا فيرميسال بالنسبة للحشوة سيطيبها في هذا المقلال من أحسن المقالي اللي ممكن تاخدوه اتلقوها كتسباح في المحالات تجارية الكبرى وحتى في الناس اللي كيبعوا له ذي المطبخ تقيله وزوينه بزاف وطياب فيها صحي فأنا هدي من المقالي المفضلين عندي وكنستعملها بزاف وراء عندي من العمل اللي فاته وباقي زوينه ناخدها غادي نسخنها مزيان وغادي ندير فيها الزيت كنخلط ما بين زيت نباتية وزيت زيتون وغادي نزيد الخضراء المقالي كما قلت انواع الخضراء كاملة كاملة وغادي نحركها على واحدنا لتكون جدا ضروري بش الماء اللي كتلق لنا الخضراء كله كيينشي بضغير ومن بعد ما كنت نشفليها الخضراء نزيد الكفتة أي كمية دي الكفتة بغيتو تديره مشي شرط انكم ديروا الكمية اللي استعملز كيفما قلت يعني الاساس راكي يكون هو الخضراء وكننقى كنحرك فيها حتى كنتشحر ليها وحتى كتفرت يعني كنبقى قبلها تكتفرت قبل ما اطلب المياه في المياه سنزيد عليها هنالتوابل ملحة البزار وهالتوابل الميكسيكية هو مال اللي غادي اعطوناه مضاق متميز بزاف هاد السلطة او عفون في هاد الحشوة التوابل الميكسيكية تلقوهم عند العطارة الناس اللي يبيعوا كد تعطيه هاد البناء رائعة اخدوها وبقاو تستعملها في الحشوة كتبتلكم الطعام اه زيت تحت الهريسة واحد اللي مع القادية الهريسة وباش ننهرس ديك الحلاوة ديك الخيز والخضران اللي كتكون عندي حلوة بحل الفلفلة وليكن مش كدروري تستعملوها غير هي كمية صغيرة يعني هي ما غاديش تجيكم حارة بزافة وستفيك نبقى كنحرك اختيت طابلية الكفتة اخذ حاجة كنديرها قبل ما غدا نطفي نزيد واحد ثلاثة قبار تقريبا ديال الفرماج الكريمي اخذت هذا كدير الستيلة كيلو هو اللي كانت استعمل ثمن ديال المناسب نحرك حتى غادي يدوب لي ومساج مليا مع الحشوة وصافي كنطفي عليها تبرد كنرجع عن ديال العجينة ديالي من بعد ما صيبت الحشوة خليوها تقريبا من ثلاثين حتى الربعين دقيق وكيف كتشوفوا را تلقات مزيان هكا كتساعدني بجزاف في الخدمة نرش نطقيق ونبدأ نطلق فيها ووحد الحجم ووحد المستطيع ما قديس نطلقها ليس مشكلة ديما كان نرش نطقيق وانا نطلق في العجينة ونقلب فيها ونجيب كمية الزبدة ليس كثيرا هنا الزبدة كيف نستعمل الزبدة الماكلة بغيتو تديرو المارغارين بغيتو تديرو زبدة ديال البواطا ما كان حتى شي مشكلة تقدروا تستعملوها طبيعا الحالكة تبقى زبدة ديال الماكلة والزبدة الحيوانية كما كتشوفوا كمية كبيرة فما تخافوش منها انتو ما كدت تهنو المستطيع الكامل بذيك الزبدة وبحلية لغتديروه كمية اللي غتستعملوه في المسم العادي وكي تستعملوها بحلقة على شكل البومات غير في المسمان نرى ما كان يستعملوه وكي يجو هاد المسمانات مناش فين ما كيجيش فيهم يعني ما كيجيوش كيقهمو كي تاكلوا فيهم بلا ما تحسوا انكم تقهمتوا كما كتشوفوا قد يندهن العجينة ديالي كاملة وقادي نجيب قطعات وقادي البيتزا اكيدا لما كانش عندكم نجيبو غير الموس ونحاولو بحل القطاع المستطيع على ثلاثة على هاد الشكل بلا ما نوصلوه للوسط بطبيعة الحال من بعد قادي نديروه رشا خفيفة ديالانشاء ايه لا بغيتوا تديروها ما بغيتوش تستعملوها مش مشكلة رشا خفيفة فكيفما قلت رشا خفيفة انا هنا اه يعني دخواليها شوية بزاف ولكن قيتو فباش ما نحسش بالمضاق ديالانشاء غير رشا خفيفة نبدأك نطوي على طريقة مضحة في الفيديو طريقة سهلة بزاف كيفما كاتبها للكم في الفيديو فغير كان طوي العجينة ديالي وكان نقل فيها بحال هكا وكانتكون مجدعين دي بلا تعب بلحتشي فعجة مقنو الرقب الزبدة ولا مقنو الرقب الزيت كل حبة بوحدة فهاكا نكون ساليت كان نرش شوية ديالدقيق بش كان قاد هكا بحالي كان نقرسهم شوية بش كي قاس قولي طبقات مع بعضياته مصاب هاد المرحلة غاد نخليها مرة اخرى ترتاح قبل ما بدأ نشكله في المسينات ديالنا ضروري هنا غاد ندخلوها للتلاجة منها كتبرد ديك الزبدة وكتسهل علي الخدمة من بعد فعش غاد نطلق العجينة ديالي ومنها كترتاح باش غاد تطلق ليا بكل سهولة ومن بعد صافيما ترتاح كيما كاتبها للكم راي العجينة كتقساح فاش الزبدة كتبرد وكان اخد لك ومقام حالها كنطلقها هاد المرة غاد نديرها على شكل مربع اللي كبير هاد المربع غاد نقسموه من بعد باش غاد نتحصلوه على 16 المسمنة كنجيب موس اول حاجة كنبدأ بيها هي ان انا نحيد هاد جناب هادو انا كيعجبني نستعمل الموس كيساعد كتار انه نحيده هاد الجوانيب ولا ان انا نقطعه قياس مقامت انا نقسموه المربع هذا الكبير على زوج من بعد على ربع ونقسموه في الاخر نقسموه على 16 المربع فكل ربع نقسموه ويعطينا 4 المسمنات المجموعة نقسموه على 16 المسمنة نقسموه نقسموه كما تلاحظو باش هكي يبقى وليه الطبقات دائما مورقين باش نقسموه ونقسموه ونقسموه والسلط نقسموه والسلط ونقسموه في المعرفة حمزة نقسموه ومن بعد نضح الجوانب ونجمعون فيهم ونسدوا على الحشوة ونقرصوها كام جيدا باش نتأكدوا انهم لا يتحلوا لنا من بعد في الفراء هم يتفتحوا ويجوا مورقين ولكن المهم يجوا مغطين على الحشوة ولا يتحلوا لنا اشتركوا في القناة ونقرصوها بشكل مغلق ونقرصوها 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 ايدي ونقرصوها 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 لم يكون سمكنا ونقرصوها خلطت مزقا اشتركوا في القناة ونقرصوها طويلة المسلمين العاديين لأن هذه العجينة لا تطلقناها بالزيت لذلك نطلق العجينة بالزيت لذلك تكون طبقة عازلة ولم يأتي من مصد الحمار لذلك يأتي المنظر رائع نغس زيتون لذلك تساعدني أنهم لا يتحلون الفران وفي نفس الوقت سأعطيهم منظر سوف نسعليه بشوية جنجلة من الفق ومن بعد زينهم فرومج فران ديالي بالنسبة لي انا شعلته على ميتين تقريبا كيكون شعل من الفق والدحت بالنسبة لي كنتو ما شوفوا لحسب فرانكم فران ديالي القديم بزاف عارفين أنني بدلت الفران ففراني القديم كان ضغيه كي يحمر لي الحاجة وضغيه كي يخطف لي الحاجة فطندي ما كان النقص المسلمين ديالي كان طيبه على مية وستين بعد المرات حساب مية وخمسين فلكن هذا الفران اللي خليت جديد يعني طيبتهم على ميتين وجو هما هادوك جوهم بقرمشين بحمرين زيان ولدات بزاف من ان كان خرجهم انا كان بغيت نحن هم هكا بشوية زيادة ونشعلي هم هكا مع دنوس مجفف كي يجير منظر ديالهم واعر بزاف كيم ما كاتشوفو كي يجوا هكا مورقين اللون ديالهم محمر ومقاد ووحدة اللي بنا عجيبة ولكن ولدات ديالكم بكي يكلو الخضراء هذه هي الطريقة باش يوكلوها اليوم كان تمنا الفيديو ديال اليومي كنا لإعجابكم كان شكركم بزاف بزاف اشتركوا في القناة ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة